طبعاً انت هتموت وتعرفي بيقولوا ايه اكتب عليك لو قلتلك لا دي البكرية قطيب واحدة فيهم بخاف عليها قوي ربنا تطمينك عليهم وخليك اليوم ربنا يخلي حسن هي مراتك ماتت ازاي؟ مش مهمة ماتت ازاي؟ بس انا ممكن اقولك يا عاشت ازاي؟ عاشت بتحبني هي بنت عمي ابي هم اللي ارحمهم كانوا بيحبوا بعض فقدت انا واخواتي طفولة كلها دلع وحنية وانا كنت عايي اللعبة شوية وانت عبنات وبيه زي مكان معماري عظيم هو اللي حبيب بفلندسة على فكرة بس كان برضو صعيدة عظيم في نشافان الدماغ اللي هتتجوز بنت عمك انت كده كده صائع ومفيش حد في حياتك انت عمك متعلمة وجامعية وانا مش هسمح لحد غريب يخش في حياتنا ويفتت أرضنا احنا أولى بلاح منه احنا وقتها ما كنتش عندي استعداد أخصر الحياة اللي انا متعود عليها ولا عندي استعداد اواجه ابوية والحياة انا ما كانش عندي مانع اتجوزها يعني طالما حياتي اللي انا عايشة هتفضل زي ماهاي كل الحكاية انه البيت بقى فيه واحدة بتكنس وتمسح وارجع البيت ألاقي أكل جاهز فرشيتي بترتبها وانا بقى عايش حياتي من دي من دي كل يوم مع واحدة وهي أولى في دي العجيب بقى انها كتحسة بكل ده وما تكلمتش اكيد مفيش ستة ما بتحسش مهما ان كانت حلقتها بجسحة عملة ساي حبيبتك هتكلمة تيجي تقولي انا حامل اولى لي بس كده تقولي وفي احنا من عيال في الدنيا كان نفسها ببنتي وانا كامل برضو كان نفسي ببنتي بس كل مرة جينا بلد هي كان متهيقلها انه لما اشوف عيالي بكبروا حوالي هتلمي تلميت؟ باكس كل يوم بسوق اكتر واجهة زادت فوقت قريبة مش شايفة والعيال بقوا بالنسبة لي هم حملة بصداعة ما خشش البيت بقرف وبعايز اغرب تاني واحدة باكس واختبه كل ده ما جيتش مرة قادي طلعين كانت عيشة على امل اني يجي ومقولها بيحبك واجي اليوم ده واجي واجي بس لو انت مش عاوز تحكي انا هترم سكوتك احلان احلان بوم انت كنت فينا انا بدور عليك احنا قسرنا الماتش بس انا صديت ضربة جزاء اوه مصطفى انت اللي هتحطنا مصطورة الحضاري سأل معنا ابتنادي سيك يا مصطفى ابتنادي يا مديرتي في الشغل لا قدرتك ايه بس؟ بابا اهم مني في الشغل بكتير قوي مين فرحات تمنت مع صحبي؟ انت فرح طبعا عن اذلك فرحة يا حبيب مش قلتلي ان الماتش اتأجل بس راح كنت خايف من شغل كتير بس اول ما صديت ضربة جزاء قلت فرحك هفرح اكتر؟ لا مجد مش تاني راح لصحاب كميل قوي حبيبي ده اللي ملحش يشوف امه ماتت وهي بتولده يومها وهما بجايزه قلت العمليات دكتور خدنا على جنبه وقال لي ان الحالة مش مستقر دخلت لها وفتي قد انا قلت لها متخافش يا ناة فتقوم لنا بالسلام دكتور خدنا على جنبه ماتت 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 ممكن تسكت إنتي وما تتحشريش؟ قاعد بقى يحكي لي عن شغله في دبي اشتغلي؟ بشغال رئيس تحرير في قناة أخبار هناك يعني عايش في دبي؟ أيوة، أورادي ماضي عقد لأ واحدة واحدة وفاهميني عدل قاعد يقول لي أنت أكتر واحدة أنا قبلتها حسيت أن هي مناسبة بالنسبة دي وأن أنا متمنيش أحسن منك وأن نفسي أن أنت تقبالي أن أنا أتجوزك وأكمل حياتي معيك الله، يعني هتعيش في دبي طحفة ممكن تسكتش شوية؟ بس ترايحة له؟ مش عارفة بس أنا حاسة أن أنا فرحون يعني مرتاحة هند؟ جود نايت حاضر يا ماما هاسبكم قومي تعالي وحقبل هو مامته إمتى؟ مش عارفة بس هو عايز ينجز الأسبوع ده عشان هو رجع دبي الأسبوع ده جاي إيه؟ إيه أنت؟ مش مصدقاكي من الممكن يا أنا أمشي وأسيبك؟ أنا برضو مش مصدق إيه بقى؟ كبرتيني يا زفتا أمشي تبدلي صغيرة يا نودي هو صحيح من حاسن ده؟ وليكنت قاعدة بتعياتي؟ واحد زميلي في الشغل صاحب خالق كان بيحكي لي قصة مرضه ليه ملا؟ موضوع كبير خلينا في موضوعي كانت يا لوزة يا أمر أمشي طيب قدي دي إي رأيك فهيسي؟ بصراحة لبت حلو بس هقولك رأيي لما قابل مش تبدلي صغيرة يا نودي موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا كنت عاوز استغل نموذك حلوة نهاردة واطلب منك طلب وارجت وفق علي انا عارفاية بس ما كنتش اتخيل ان ممكن يحصل بالسرعة دي وانا كنت عاوز انت بتكسافني على فكرة انا عارفة ان انت معجب بيا وعاوز تتقدملي انا؟ بس الاصول ان انت تطلبني من رمزي ثانية واحدة لا رمزي ممكن تيجي حالا عاوزك ضروري يعني فاكرة انا انا باش مهندس الاصول اصول ايو حضرتك انا كنت يعني لو سمحت ما تحرجنيش اكتر من كده انت تعرف انك لازم تدخل البيت من بابه صباح الخير صباح الخير صباح الخير ايه اللي يا سيدي شوف يا سيدي صاحبك عاوز ايه عاوز ايه ما تقوله يا باش مهندس قلو قلو ايوة صاحبك يا سيدي عاوزني امديله على اجازتو السنوية مش انت الوحدك اللي بتعرف تلعب يا باش مهندس انا كمان لا حلو حلوة ملعوبة كمان اوكي كده واحد واحد يعني انت مسايماني شغلي عشان تمضيله على اجازتو انا حمضيلك على اسبوع واحد بس عشان مشروع بتاعنا توافق عليه وحنبتديه اول لما ترجع مبروك وانت مسافر فيه ان شاء الله اخذ لعيل السخنة كده كم يوم يعني السخنة اه حلوة السخنة حلوة اول عساز هنا اتفضل لا خليك يا رمزي عزاك خطر غيارات عشان كل مرة بتنساها يا بابا الفضايح دي قطي صوتك باقول لك يعني بس عشان انت بيتك بقى المفتاح عشان انا لحسوق بقول لك ايه ما فيش الكلام ده انا لا سوق انت سوقتك زي الزفت مبروش انت في موضوع السوق ده يا طه ليه بقى ان شاء الله خليني ساكت احسن وتسكت لي يا محسن خلاص يا بابا تمام انا ما عنديش مشكلة يعني خليه سوق المراتي خلصتوا كلامكو انا اللي حسوق عشان مش عايز اي حرق الدم في الطريق يعني انت يا بابا مش عايز حرق الدم طول الطريق وانا يتحرق دم طول الاسبوع عادي انت تلم نفسك ها واستنى عشان لك عندي مفاجأة ايه 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 انت مالك انا بكلمك انت فيه مصطفى بيعمل ايه كل ده بقى له سعب يلمل بيستيشن لا بيستيشن دمش هنقعد بيها هناك خلي بالك يعني طب وحنا نقعد نعمل ايه يعني هنبقى نتكلم مع بعض انبسط مع بعض وكده وبعد ما نتكلم هنعمل ايه بقول لك يا بابا ما تلعب معنا احنا هنعلمك ويبقى كسبنا فيك سوايا ايوه يا بابا تعال العب معنا وانا هدوسك واكسبك وبص علمك اللعب على طوله ايه يركب اركب اركب يلا يركبه بتعمل شفت عب تلعب بقى واعرف طبعا هياك هياك بقول لك يا بابا يا فنان ما تودنا كده اي بنزينة نجيب شوية ناطس وشوكولاتة وكفير زمقاريط ايوه يا بابا هم ميت جنيه لكل واحد يتشقلب تيهم ميت جنيه يا بابا انا اخوتي الوحدة بخمسة وخمسين جنيه دي القهوة في كل حتة بسبعتاش عشر عشرين جنيه لا انا احوتي سبيسيال احوتي سبيسيال هم الميت جنيه اكتر من كده حيتخصب من مصروفكم انا اخد ميت جنيه بتاعتي كاش واخد بوء من طه يعني احوية ما بيتغيرش يعني يا بابا ما تمشيش معاك مية وخمسين مية وسبتين كده يعني لا يا حبيبي ما تمشيش معايا حبيبي يا مراد احلى واحد فيك ونام كده ومرتاح ومرأي احمد انا اخد ميت جنيه بتاعتي لما نوصل ايوه يا ولادي جميل وصل جميل وصل بيت مختر بيت مختر شغل قلبي شغل قلبي مش عارف محمد قنديل يا طاهر مزكاتي مش عارف محمد قنديل لا اله الا الله يعني عليكو يا حبيبي فيتكو كتير ربني اقويكو على ايامكو جميل هو اسمر وطبع عنيد اقرب له ويروح لي بعيد ويوعدني وملوش موعيد ويوم ما يجي نتأخر لاصم اشترك في بقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه وتسعة وتسعين قرش وبقات سنوية بتبدأ من مية وخمسين جنيه اشترك في القناة